السراخات دي كلها بتوصل للأجهزة واللي بتوصل بتوصل رسالة واحدة بس ان فيه انفجار شعبي جاي فيزوقوا واحد او اتنين زي ابراهيم عيسى عشان يقولك فزعت الاخوان انه لو عدتوا اي صورة الاخوان جايين تاني اسمع ابراهيم عيسى كده ففوصة دا كله بقى الاخوان الطرف الوحيد المنظم الطرف الوحيد اللي عنده قدرات وعنده امكانيات تام الحك فيه تزود الوضع سوءا او على اقل الاحساس بالسوء ثم استثمار دا واستغلاله بحيث انه سعيها الرئيسي والمركزي انه البلدي تقع معدل الغضب تسحيل الاجواء كي يقيس الناس من الاوضاع وطبعا عندهم الرغبة الرغبة لانه مش هدف لانه يبدو انه بالنسبة لهم يعني هدف بعيد وان كان يظل هدفا يعني ان الناس تخرج للشارع تحتاج وطبعا لما الناس تخرج في الشارع تحتاج فوضى تفلط رهيد يعني مهما كان رأيك في الوضع اي خروج قادم هو خروج تخريبي تدميري فهيقعد على كلها الاخوان دا الهدف انما وهستفيد منها الاخوان يعني يا براهيم الحل عندك اما ان احنا نسكت او لما قد تحط براهيم اي سبقك او يخوفك بالاخوان زي ما قالت التقارير الاجنبية انه في تقارير كده الاجنبية اللي عرضناها من شوية اه اجراءات الدولار يهدد العرش اجراءات السيسي لمقاومة الانهيار اجراءات اعلامية اللي منها رقم ثلاثة التحذير من صورة جديدة تخرب البلد او تخرب البلد وتأتي بالاخوان انما يعني اي براهيم مخرجش ابراهيم ماشي على الاجندة السيسوية انما انا مش هقولك يا براهيم هم فين الاخوان دول اصلا فين فين الاخوان ما ده ده اللي ماتوا واللي برا واللي راح واللي جاه انتهوا الاخوان انتهوا ما تخوفش الناس يا براهيم من ابو رجل مستوخ اللي مش موجوده اصلا ما تخوفش الناس يا براهيم من وضع يعني من من ناس خلاص بقوا خلاص انتهوا انا بقولك انتهوا مين الاخوان وبعدين يعني معنا كلامك يا براهيم ان انا استنى لما الدولار يبقى بمية جنيه احسن الاخوان يجوا استنى لما الدهب يبقى بسبع تلاف جنيه وإلى الإخوان يجوا أستنى لما أرص الطعمية الواحد يبقى بخمسة جنيه وإلى الإخوان يجوا أستنى لما البيضة توصل لعشرين جنيه وإلى الإخوان يجوا ده معناها ده معنى كلام إبراهيم نفخه انطار اللحم واللحم النتم أنا ما أنت عارف ليه إبراهيم إيسى متداق قوي كده وبيحذر الناس من الغضب أو الخروج مش عشان الإخوان لأن إبراهيم كذاب وإبراهيم يعلم أكتر منك ومني أني لو أجود للإخوان خالص وتجربتهم السياسية انتهت نهائي ولو نزلوا انتخابات الشعب مش يجيبهم إبراهيم يعلم ده وعارف ده كويس قوي إنما إبراهيم وإحباد موسى والديهي ولميس كل دول مش بيدفعوا عن السيسي ولا بيدفعوا عن البلد ولا خايفين على البلد الناس دي عارفة كويس قوي إن أي تحرق شعبي جديد هتجرجر الناس دي في الشوارع إبراهيم ده هيتسحل في الشارع بقت عارفة إن السيسي كداب والناس عايزة رقبة السيسي والناس عايزة رقبة اللي عاونوا السيسي في القصة دي وأكبر ناس عاونة السيسي هي الإعلام فإبراهيم إنسى بيدفع عن رقبته سوريا هو مالوش رقبة هو مقصيف الرقبة بيدفع عن كرشو ما هو مالوش رقبة بيدفع عن كمية الشحوم والدهون اللي عليها فبيقول لك أصبر أصبر زي ما كان بيقول لك زمان إحنا أحسن من العراق تعرف إن المواطن العراقي بقى أقل مواطن العراقي أحسن منك تعرف إن المواطن العراقي بيقبط 900 تعرف إن الدولار بمئة حاجة دينارق عراقي آه بس تعرف أني أقل مواطن إعرائي بيقبط 900 دولار في الشهر عايش أحسن منك المواطن الإعرائي اللي خوفوه منك ده اللي خوفوه خوفوك منه أحسن منك أنت ريس لبنان أحسن منك لبنان اللي كنا بنتفرج عن الناس وهي بتقتحم البنوك عشان تاخد مدخراتها أحسن منك أو الله أحسن منك بالأرقام فييجوا لك أزبر أزبر بيخوفوك بيسخنوك لأن الإخوان هم اللي هيجوا بقى ومعرفش هو عمل حاجة غريبة قوي قالك الإخوان هيجوا يمسكوا البلد وهيخربوها هو فيه خراب بعد كده هو بعد من نيل ضاع فيه خراب تاني أبراهيم ده اللي هيجي خرب البلد ده مش لا حاجة يخربها ده المباني تباعت ده احنا بيعنا البيت بعافشه بالبلط اللي فيه أنا أعرف زمان واحد كنت أعرفه كويس قوي كان فيه كنيسة للأروان في حارة الروم كان كل ما يفلس يفك حاجة من الكنيسة دي بيعها كنيسة أثر بس هو ما كانش معاه فلوس لحد ما باعه الرخام بتاع الأرضية بتاعتها باع كل حاجة في الكنيسة في الآخر جاء فيهم عليه ما لقاش حاجة يباع في الكنيسة أصلا فسبع ومشي ما فيش حاجة أصلا تتباع في البلد دي ما فيش حاجة أبراهيم تخرب تاني خلاص النيل وخرب باز خلاص الجزتين راحوا حدودنا في البعض متوسط انقلت الغاز بعد ما كنا بنصدره لإسرائيل بنستورده وبتبعا غالي وإسرائيل مدينانا دلوقتي بحوالي 400 مليون دولار تقريبا يعني باقي إيه باقي يا أبراهيم في البلد دي يتباع حتى المباني بتاعة توسط البلد تتباعت بتتباع كلها باقي شركات اللي عملها عبد الناصر والمصانع اتخربت يا تباعت بقولك أنه لو فيه لص دخل مصر دلوقتي خلصة مش يلاقي حاجة ياخدها باقي إيه يا أبراهيم عشان تخرب البلد لكنه ما فيش حل تاني يا فنتاص اللح ما فيش حل تاني خالص غير معدد يا العسكر يا الإخوان ما تخلينا نفكر كده أكيد فيه حل تاني يصلح الطريق العوج ده اللي السيسي واخد البلد فيه ومش عايف يرجع قبل ما يوقع الجيش في الشعب لأن ده آخر كارت للسيسي آخر كارت في انهيار دولة إن الجيش يقف دم الشعب وده اللي السيسي بقى بيركز له وده شيء لازم نمنعه إحنا ولازم يمنعه كل وطني بيحب بلده لازم توقف قدام مخطط السيسي اللي عايز البلد تخرب هو السيسي لأنه قربها وآخر حماية ليه إنه وقف الجيش ضدك لازم لو أنت وطني بجد لازم توقف ضد المخطط ده